كما تشاهدو امامكم الصورة ديالفيديو موضوعنا غادي يكون موضيج اللابت الراندا سنمروا الخدمة ديالنا على بركة الله نحتاجوا للحرير ديالقصبة كما تشاهدو هذا اللون ديالتوب ندخله مع جوج الوان او ثلاثة يعني يجيوا متناسقين مع اللون ديالتوب كي يبقوا لاختيار ديالكم كنبرمو الحرير كله على جوج ديال الشعرات كما تشوفو برايم خفيف منسبة الفيديو ديالطريقة البرايم اللي المعلم زويرة متوفر في القناة اللي بغا تشاهدو ام الاخوات وتستفد كما اشتو الصورة ديالالاول فيديو موضوعنا اليوم ما ديكون نصف طوق جلابت الراندا راندا المعيانات بالالوان في نصف الطوق كنطلبو مني كتير من الاخوات اليوم ان شاء الله ندلكم بتصطبيق ديالو وقد نطبق لكم في هذا الطوق اللي قدرت معاكم في الفيديو سابقا يعني بالنسبة للراندا يعني اللي غدشي يعني رقيقة مشي نصطوق اللي كيجي واسع يعني بزاف اللي كيخدمو فيه عادة جميع الاشكال طلبو مني الاخر زوش نطبق لكم في الخدمة ديالنا كلمة كتشوفو من بعد ما خدمت السليسة تحت نصطوق يعني غريزة واحدة من هنا وهبط بها ده بغض ندعو الخدمة ديالنا في نصطوق على بركة الله كنناخدو اي لون مغاير يعني على اللون ديالتو نغنبداو بيه المعين الاول في الخدمة ديالنا كنناخدو اللون مغاير على اللون توب يعني انتم مول اختيار ديالكم من الالوان اللي غادي ادخلوه في نصطوق كتختاروا المهم اللون مغاير انا نخدم بهذا اللون سنجيل هنا كلمة كتشوفو اللي هنا هنضير طقة ديالتو يعني غادي نربط السريفة ديالي وغادي نضير اول غرزة عندي هنا انا نضير الغرزة في الأول ديالتو اللي خدمت كما كتشوفو هنضير طقة ديالتو سوف نضع الغرزة زيادة هنا في فوق كما تشاهدون سوف نضع الغرزة هنا في الجهة التحت سوف نضع الغرزة من الجهة سوف نضع الغرزة من الوسط سوف نضع الغرزة من الجهة سوف نضع الغرزة من الجهة جاء الغرزة كما تكون كذلك الزيادة هنا الفوق نعمل هذه الغرازة في الوسط كذلك نعمل الزيادة نعمل الزيادة يمكن أن نعمل الزيادة وفي نفس الوقت نعمل الزيادة من جهتين لنصل إلى عدد المطلوب نعمل الزيادة من جهتين نعمل الزيادة نعمل الزيادة من جهتين لنصل إلى عدد المطلوب بعد أن نعمل الزيادة ونعمل الزيادة ونعمل الزيادة ونعمل الزيادة وقد نعمل الزيادة ستطلب المطلوب من الجوانب ونعمل الزيادة كما تشاهدون هذا هو الظهر للسطوك بالنسبة للأخوات التي تلقوا مشكلة في تقطاع للسطوك يتبعوا معي كما يبقى لديهم اشكال ويستفيدوا تهما من هذا الفيديو سوف نأتي هنا كما تشاهدون فين حابس الخدمة سوف نأتي بهذا الشكل نسرح مع الخدمة الميقص ونقطع ونحاول أن نخرج تقطيع لوجه كما تشاهدون ونقاطها نفس الشيء سوف نقوم بحاجة المقابلة سوف نأتي هنا ونقوم بحاجة الميقص ونقطع الان ونقطع من نفس النقطة التي تجعلها فيها الغراث كما ترون بهذا الشكل تقطيع حول تخرجها للوجه سوف نحيط هذه التنبيلة التي لديها هنا وكذلك التنبيلة لدائر الهبطة التي قمت بها في الهوابط سابقا سوف نفكرها من هذه الجهة كذلك الجهة مقابلة كما ترى بالنسبة للطوية التي لديها هنا كما ترى سوف نخرج بها في المقص سوف نقطعها بهذه الشكل كما ترى سوف نقطع كذلك كما ترى سوف نقطع كما ترى كما ترى سوف نقطع كما ترى كما ترى سوف نقطع كما ترى كما ترى كما ترى سوف نقوم بها في المقصد كما ترى سوف نقطع كما ترى كما ترى أما أنت منتجن على مستوكة السبب سعيد من المستوكة و في الأخير سنضح نضع أمسكة سوف نضعه في الأخير سوف نضع أمسكة السبب سوف نضع بالخيط والإبراء لنصبحت بأن تنبيل طويلة لنصبحت الجوانب ونقوم بإمكانهم في الأخيرة لنصبحت بأن تنبيل رقيقة كما نقوم بأن تنبيل رقيقة كما نقوم بأن تنبيل ونقوم بأن تنبيل في الوجه ونقوم بإمكانbuch كيف يقوموا بطائق وفحظوا آن رقم وبعدما نقوم بأن تنبيل فوفي طويل كما ترى هذا الأخير ونحاول ما أمكن هذا التنبيل نجيبها مسرحة مجيش يعني عوجة أو مرة يعني هذا السنتيم مرة نطوي يعني السنتيم مرة أقل يعني 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 قدرت معكم سابقا ولكن بالنسبة للأخوات اللي ما شاهدوش طريقة في فيديوهات السابقة ثم يستفيدوا معنا بعد ما كنت ننبل يعني يعني هذا الجانب المقابير كما كتشوفوا تقطيعها فشان نقلب مستوق ديالي الوجه ما لقاش عندي تقطيعها يعني يعني واصلها الجوانب ديالي الوجه نفس الشيء هنا أنتم ماضين طوي نفس العبار يعني ما هذا الجيهة ونحاول ما أمكن يعني نفس القياس في الطوية اللي كان طوي وتنبيل مسرحة يعني ما تجيش غداوية تعواج يعني هذا هو المهم يعني في الخدمة يعني يعني تم الجوانب ديالي الوجه مسرح ما يجيش عوج أو يعني المايلان في الجوانب كما كتشوفوا بعد ما كنب النسطوق ديالي يعني بهالطريقة ديالي ديالي نكمل الخدمة ديالي عادي يعني نقلب التوب للوجه كما تشوفوا هم هم الجوانب ديالي ديالي باينين وكذلك يعني التقطاعات لا يوجد خارجينا هنا يعني في الواجه ديال بياسة دبا غادي نتبت يعني الخدمة ديالي مع الخدية يعني البداية ديال نسطوق هذه ونكمل الخدمة ديالي يعني في نسطوق بدون زيادة يعني ديال الغراز كانت تبت يعني هذه الجهة بجوج وكانت تبت الجهة يعني ديال السليطة اللي كانت تدرت فيها الملاقية الجهة التحت كما كتشوفوا دابا هم هم قطعته وتسرح كما كتشوفوا هذا الخطوط كنحاول نجيبه من نص العبار في الجوانب دابا هناك ما قد لكم ما عنديش الزيادة يعني رضي ندير الدقة ديال ديال عادي بهذا الشاكل وغادي نزيارها مزيان هذا الدقة انها تعطيني هذا الحرف ديال النهاية ديال ديال دابا نستعمر في الخدمة ديالي كالخدمة الحصيرة هذي الغرزة الأولى هذي الغرزة الثانية وهذي الغرزة الثالثة هنا نحسب معاكم باش تعرفوا سطوق ديالنا العرض دياله هذي الغرزة الرابعة الغرزة الغرزة الخامسة الغرزة السادسة هذي الغرزة السابعة كذلك الغرزة الثامنة الغرزة التاسعة الغرزة العشرة هذي الغرزة هذي الغرزة الحادية عشر هذي الثانية عشر هذي الثالثة عشر هذي الرابعة عشر هذي الغرزة الغرزة الأخيرة اللي عندي فتاوينة الغرزة اللي عندي الغرزة الغرزة رقم 15 هذي الغرزة ناخدها في الخدمة يعني دائما بحسبوا الزيادة حسبوا العوينات اللي بقوا لكم فشتجوا نازلين بحسبوا راسكم وشتجوا الفوق أو تحبسوا الزيادة بحسبوا الزيادة الزيادة سوف نستمر نفس الشيء هنا سوف نحبس الزيادة سوف نقوم الزيادة 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 نفس الشيء يعني في الخدمة ديالنا لكي نخدموا هذا الشكل ديال غوزة يعني طويلة عندها الطول كما كتشوفوهن البداية ديال الشكل غوزة بلون مغاير كنستمرو كنخدموا مسافة ديال السامبل لكي تعطينا ذك الشكل ديال غوزة طويلة في الخدمة باش عاد نمرو لمرحلة موالية ديال نقال انا كنخدم هات 15 الغرزة واحد المسافة معيانة باش ما نطولوش الفيديو اكثر انما زال مراحل في الخدمة ديالنا ونرجع معاكم يعني من بعد ما نوصل واحد المسافة معيانة ممكن يعني انتم لاختيار ديالكم يعني تخدموها في الطول اللي بغيتو بالمسبال ندير واحد مسافة ونرجع معاكم باش نمرو الخطوة الموالية اشتو بعد ما خدمت 15 غرزة هذه ندير المسافة من المسافة نحاول ما امكان ان الجهة مطبعة ونجبتهم مع الخدية لكي لا يأتي نعمل التكماش في الطلعة ونجد التفاوت في الآخر لكي نصل لفتحة العنق نستمر ونجد الوقت ونجد نكمل معاكم انا رجعت معاكم كما تشاهدون بعد ما خدمت هذه المسافة في الزواق الأولى خدمت هنا في تسرحات الخدمة من الغرز 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 هنا الغرز موسرح هنا أخص 11 دقنا لفوق سنبدأ مرحلة موالية سنطيع حيث لا يوجد حيث إلى نظر كما ترى في الخدمة هو الغرز من الجانب سنطيع غرز كل جانب باش غادي نعطيه ارزوا قادي لانا الشكل دي هاد الفي يعني دي الهوزة في النهاية نخليها تلعوينة هاتي هنا يا كما كتشوفوا باينة في الخدمة ديالي نحبط مع هاتي الهوراس كاملة وكذلك يعني في الجانب الى تحت نفس الشيء ما نديرش انتقاء ديال التوب يعني هاتي نرجع ونخلي عوينا الجيهة الى تحت ونقم استمر يعني في الجوانب بجوج نفس الشيء كل مرة كنطيح غرزة نحصل الاخير كما ارتمعكم في نفس الموديل فراندة الهبطة ديال الجلابة على طول الهبطة نفس التقنية ونفس الطريقة كما كتشوفوا هاتي هابط في الغرز كنخدمهم كما كتشوفوا الفوق يعني حبسنا الدقات ديال التوب ممكن تخدموا طول يعني اطول من هذا يعني ديال الزواقة ديالكم بالنسبة لي على الطول كافي باش نمروا يعني الخطوة الموالية كنتم على حسب الاختيار ديالكم ممكن تخدموها يعني في هذا الطول بهذه الشكل ممكن تزيدوا في الطول ديالها يعني كتستمروا في الخدمة عادي وفي الاخير يعني كتشوفوا طقات ديال التوب يعني من البداية ديال السطوق ونسرح في الخدمة باش كتشوفوا غادين في نصف العبار ونسبة الزواقات المواليين كما كتشوفوا سابقا حبسنا زيادة في الجهة الفوق يعني لعدد ديال الدقات ديال التوب الفوق كان عندي 11 يعني في الجهة الطالع وهنا عدرت الدقة يعني 11 كي تفهموا يعني كتكون الجهة الفوق سابقا الجهة التحت ونصف الشيء ستطلبوا في أي عدد يعني ديال الطول ديال الزواقة كما كتشوفوا هنا يعني كنخدم الغرزة الأخيرة عندي هنا لتحت سابقا إذا بغدنا نرجع فهذه العوينة كي مدرة الفوق ونقضع بقى كنخدم كنخدم الغرزة كنخدم الغرزة كنخدم الغرزة الأخيرة قبل العوينة اللي خليت يعني لدينا نقلب الرجعة إلى تحت كنخدم الغرزة كنخدم الغرزة كنخدم الغرزة كنخدم الغرزة بسبب الغرزة بسبب الغرزة وأرة أجد اشتركوا الصورة الموديل اول الفيديو كما اشتركوا هنا هذه هي اخر عوينة عندي هنا قبل هذه العوينة الاخيرة نخدم فيها الغرزة وهذه نرجع من هذا المكان نرجع في اخر عوينة عندي اشتركوا في هذا المكان سوف نضيف الغرزة نفس الشيء في الجهة التحت كما ترى الجهة الفق دائما سوف نضيف الغرزة سوف نستمر في هذه الخدمة كذلك نصل إلى هذه العوينة قبل هذه العوينة التي لديها هنا سوف نضيف الغرزة سوف نرجع في الخدمة نضيف الغرزة من هذه العوينة لا نستمر ونستمر في هذه الخدمة سوف نرجع معكم في الاخير ربحا للوقت ارجعت معكم كما تشاهدون بعد ان اضيف الغرزة من الجهتين وصلت للنقطة الاخيرة يعني العوينة الاخيرة بعد ان اضيف الغرزة اضيف الغرزة في هذه الجهة الفوق كما ترى هنا لدي العوينة في هذا الجانب سبعة لدي العوينة وفي الجهة الفوق لدي ثمانية لدي العوينة لأن العدد لدينا فرضي 15 غرزة يعني لدي العوينة لدي العوينة وفي هذا سوف نبدأ المثلت في هذه الجهة الفوق ودائما كما تكون الجهة الفوقانية في الرندا تأتي غالبة في الغرز على الجهة الجهة لأننا نربط اخر غرزة اضيفها ثم نبدأ المرحلة الموالية ثم ناخذ الفتلة في اللون ثم كما ترى باش نختم المثلتات التي سوف يأتي في جنب هذه الجوزات الغرزة سوف ننصل هنا لمدة العوينة الأولى كما ترى ندخل الإبرة ونتبه الفطلة بسر ريفا ونزيّرها يعني جهة التوب ونضيّر الخير الدائري في الاتجاه ونضيّر الثقة في التوب يعني هذه كلاوينة اللي عندنا زيدة هنا في الحساب نعملها مباشرة مع التوب لا يوجد زيادة ثم نعمل نعمل الثقة كما ترى مباشرة بهذا الشكل ونجعل الخيط يكفيني هنا الغرزة نعمل الزيادة هنا كي نعود الغرز ونضيحنا لكي يرجعنا نفس العدد الذي كان لدينا في الخدمة من البداية نعمل الثقة كما ترى بعد الثقة نعمل الثقة في الثقة الثقة مستعد نعمل الثقة مباشرة ونخذها في غرزة ونظر الخيط لكي يكفيني هنا الثقة زيادة كما كنا كنزيدو هنا في البداية ديال نصف طوق لابغا نخدم هنا هذه الغرزة اللي عندي في الجهة الفوق وهذه ندير تقا ديال التوب كما كتشوفو وهذه نخدم هذه الغرزة فيها الغرزة الأولى كذلك الغرزة الثانية سنأخذها من هذه الغرزة الزيادة سأرجو عندي جوجو غرز كما كتشوفو نفس الشيء نأخذ هذه الغرزة بغرزة وهذه ندير الزيادة ديالي وكنحاول ما أمكن نحافظ على نفس العبار ديال هذه الغرزة اللي كندير ديال الزيادة وكنحاول ما أقوم بغرزة وكنحاول ما أقوم بغرزة كذلك نخدم الغرزة الأخيرة نفس الشيء وهذه ندير تقا ديال التوب وكنحاول ما أقوم بغرزة وكنحاول ما أقوم بغرزة الغرزة هذه الغرزة الثانية ثم نخدم الغرزة الثالثة نفس الشيء عند الخيط الدائري في التجاه ونأخذها تلاوينا الموالية ونخدم الغرزة الزيادة في هذا الشكل ونرجع باقي الغرز كما ترون هذا العادة يزاد كل مرة الغرزة الغرزة الأولى الزيادة الثانية وهذه الثالثة وهذه الغرزة الرابعة وكذلك العوينات وكذلك العوينات وكذلك العوينات ونخدم الغرزة الثانية ونخدم الغرزة الثالثة ونخدم الغرزة الثالثة ومستخدم الغرزة ونخدم الغرزة الثالثة هذه الغرزة الرابعة هذه الغرزة الخامسة نضيف الثقاء نضيف الغرزة نضيف الغرزة كاملة نضيف الغرزة الغرزة الثالثة الغرزة الرابعة الغرزة الخامسة نضيف الغرزة نضيف الغرزة نضيف الغرزة نضيف الغرزة نقدم الغرزة كاملة كما ترون ان تقربنا للأعادة نصف منتصف الخدمة تقرب منتصف الخدمة نعمل الغرزة الأولى نعمل الغرزة الثانية الثالثة 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 الثانية الأخيرة هي هذه نأخذها بغرزة نزيد الزيادة هنا لكي نكمل لعدد سبعة الغراز في المجموع نرجع مع الغراز كاملة سنعكس الخدمة نضيف الغراز في جانب المثلات المقابل نضيف الغراز كل مرة نضيف الغراز حتى الآخر نضيف الغراز نضيف الغراز نضيف الغراز نضيف الغراز نضيف الغراز والنصف الثاني نضيف الغراز كلها بسطر غرزة نصل الغراز 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 كما ترى 1 جوج 3 أو 4 هذه الغرزة الخامسة 3 أو 4 الغراز الغراز 3 أو 4 الغراز نضيف الغراز الغراز نضيف الغراز كما ترى نضيف الغراز ونضيف الغراز ونضيف الغراز الغراز ثم نضيف الغراز نضيف الغراز ونضيف الغراز نضيف الغراز الاخيرة اللي عندي اللي خليت وانا هابط باش هالي نطيحها تهي في الحساب سوف نخدم هنا اخر غرزة قبل العوينة اللي عندي هنا ده بغادي نرجع في نفس العوينة بغرزة ونخدم يعني الغراز الباقية تلجيها تتوب اندير تقا دير تسوب سوف نخدم دابع الغرزة الاولى كذلك الغرزة الثانية الغرزة الثالثة الغرزة الرابعة الغرزة الخامسة هي الاخيرة نرجع كذلك نقوم بغرزة الغرزة 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 كنت ترث معكم هذا الموضيل السابق كنت نقدر العوينات الزيادة كنت نخدم لها يعني الرشمة ملاسقة لهذا هو الاختلاف يعني هنا في هذا الموضيل يعني كنت نخدمه هنا الزيادات يعني في تاكل العوينات جمس السواقه ديالنا كما تشوفوا هذه آخر غرزة كذلك نرجع هنا في باقي الغراز كما تشوفوا ده بالمثلات ديالنا أو كينزل يعني في الحساب ديال الغراز يعطي الشكل دياله نضغط نضغط ديالتوب وعطي الغراز نخدم الغراز الاولى الغراز الثانية الغراز الثالثة نجلي ونرجع هنا نضيح نضيف نضيف الثقة من الثوب نضيف الثقة من الثقة نضيف الثقة من الثقة نضيف الثقة من الثقة نضيف الثقة من الثقة نضيف الثقة نضيف الثقة جديد فتلة جديدة الجهة تحت الجهة المقابلة نفس الشيء وهنا الطريقة تختلف على الجهة الفوق لان كانت الجهة الفوق لدينا ذلك العوينات زائدة في الحساب بالنسبة للجهة التي تحت لدينا سبعة العوينات سوف نقوم بحق الجهة تحت الجهة سوف نقوم بحق الجهة هنا سوف نقوم بحق الجهة في الحساب بالنسبة للجهة الينا alteجة والدخل средวن الزائدة بعد التج sworn الزائدة سوف نتقوم بحق الجهة بغرزة الزيادة. كذلك سنشد العوينة الموالية بغرزة. كذلك سنخدم فيها الزيادة. كذلك سنخدم هنا العوينة لتحت الزيادة. نقوم بغرزة الثقة. نحاول نرد هذه الثقة بالمكان. نقوم بغرزة الثقة. نقوم بغرزة الثانية من هذا العوينة. الزيادة. نقوم بغرزة الثقة. نقوم بغرزة الثقة. نقوم بغرزة الثقة. الثقة. نقوم بغرزة 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 ثانية. ونأخذها من هذه الزيادة ونأخذ هذه العوينة كذلك بغرزة ونأخذها الزيادة ونأخذ الغرزة ونأخذ الزيادة ونأخذ الزيادة ونقسم الزيادة ونأخذ مجلسة ونأخذ الزيادة ونقسم الزيادة ونقسم الزيادة لكي يقابلون وبإذاكد ثم تحديثه من الشع Zero لأن غالبا الموديلات اللي كانت ديرهم يكون في أجزاء كيتفرجوا كيوصلهم لإشعار دي الجزء الأول كيتشاف وباقي الأجزاء مكيتشافوش لقول صلاة أكبر شكرا 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 كما ترون بعد أن قطعة الغرزة يكون هناك الغرزة الثانية ثالثة وضع الثالثة ثالثة أضع الغرزة الرابعة أضع الغرزة الخامسة أضع الغرزة السادسة إذا أقوم بباتي الاثرزة نضع القطاع كما ترى هذه الغرزة الخامسة سوف نقوم بعمل الغرزة السادسة سوف نقوم بعمل الغرزة الخامسة سوف نقوم بعمل الغرزة الخامسة نقوم بزيادة فوق الخيط نرد الخيط للطهر ونكمل الخيط عادي لا يحتاج إلى تابع نقوم بجانب التنبيل نقوم بلون مغير الزواق الموالية كما ترون كونا الغرزة السابعة وعندنا 7 غرزة في الجهة الفوق نقوم بلون مغير نقوم بلون مغير الغرزة 15 نعمل نقوم بلون مغير كذلك العدد هنا في هذه المثلات في الجهة التحت نضيف الثقة نضيف الغرز نضيف الغرز كذلك الغرزة الثانية الغرزة الثالثة وهذه الغرزة الرابعة الغرزة الخامسة وهذه الغرزة السادسة الغرزة السابعة الغرزة السادسة نضيف الغرزة 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 السادسة الخامسة الأمر الغرزة السادسة نضيف المثال والغرزة السادسة الغرزة السادسة ، premi سوف نقوم بعمل الخدمة نقوم بعمل جانب سوف نقوم بعمل الخيط سوف نقوم بعمل الخيط سوف نقوم بتعثر على الداخل سوف نقطع الده refrain و سوف نقوم بتعثر سوف نقوم بعمل الخيط أنشأن الداخلui سوف ناضح نقوم بعمل الخيط وكذلك سوف نقوم باقي الغرز كل السطر سوف نطيح الغرزة كما تستطيع معكم في الجهة الفوق سوف نقوم باقي الغرزة سوف نقوم باقي الغرزة كاملة سوف ننطيح الغرزة والخامسة والسادسة والسابعة نفس العدد اللي عندي هنا الفوق سوف نأخذ فتلة جديدة دي اللون المغاير الثاني اللي هنخدم به الزواقة يعني دي الواسط هنجيل اللي هنا كما كتشبه نخلي هذه العوينات اللي عندي دي دي تسطياح الغراز وهنجيل اللي هنا لهذه العوينة اللي عندي هنا في الأعلى هنثبت فيها الفتلة ديالي اللي كما نخدمو فيها يعني غرزة زايدة باش تطينا العدد خمسطاش مع هاد يعني العوينات اللي عندنا سبعة من كل جيهة هنجي هنا يا نفس المكان يعني ديال داك العوينة ديال الزيادة في الجيهة الفوق كذلك العوينة ديال الزيادة هنا في الجيهة التحت دابا هنا هنجي نعود داك الغرزة باش غدي ندير العوينة ديال البداية ديال القوزة كما كتشوفو شتو هاد الشاكل يعني درت فيها غرزة زيادة طبعا ناخد اول عوينة عندي هنا تحت كذلك بديت من هاد الجيهة التحت ودرت هنا يعني غرزة يعني في هاد العوينة باش ندير الزيادة جي محسوبة على الجيهة الفوق كما كانت عندنا هنا الجيهة الفوق هي ديال فيها العدد زايد دابا ناخد هنا هاد العوينة ديك تشوفو عندي هنا اول عوينة ديال الصيح ديال الغرز ناخدها بحال هكا بغرزة نرى الزيادة ونعمل فيها كذلك الزيادة يعني باش دابا نكونوا يعني لغوزة ديال الواسط يعني كم قوون نزيدو الزيادات من الجوانب ديال هاد العوينات دابا ندرت هنا غرزة الزيادة وناخد الزيادة الثانية من هاد العوينة الأولى دابا هما عندي مناطق غراس دابا ناخد حان ثاني كذلك هنا العوينة الأولى ديال معدي بملك سبعة ديال العوينات ناخدها بحال هكا بغرزة سأبقى اجدها كذلك الزيادة دايال الزيادة دابا نخدم الزيادة الوسط وهذه الخدمة كذلك الغرزة هنا في هذه العوينة التي كنت تدرت زيادة او ما دابقا يرجع عندي ثلاثة الغرز شو هي هذه ندير فيها الغرزة تارتا بهذا الشكل كذلك ان اخذ الغرزة هنا في هذه ندير كذلك الزيادة نفس الشيء يعني دائما نزيد من الجهتين باش نرجع العدد 15 يعني الذي بدأت به من السطوق ديالي يعني نفس الشيء في كل عوينة كنهزها بغرزة كندير فيها الزيادة كذلك كيف يأتي هذه العوينة يعني جنب الجوزة ديالنا بالنسبة يعني الفتحة العنق لها تنصف الطوق يعني لا تحتاجوا كيف تقولوا لي ما فهمناهاش او ما عرفناش او ديرها لنا يعني من بعد انا نشرح لكم دابا باش غتخدموها بكل بساطة وبكل سهولة يعني فاش كتكونوا كتخدموا دابا يعني هات الزواقة ديال الواسط يعني فاش غادي نفوتوا هات المرحلة ديال الزيادات ديال الجانب نكونوا نظرين في الحسيرة سامبل يعني ديال وسط الزواقة يعني وسط الزواقة غادي تقسموا العدد وتقلبون السطوق وتقطعوا يعني التوب من الجانب ديال النشابة ديال تنبيلة وتقلبوها الوجه ديال نصف الطوق وتنبلوها وتخدموا المنتصف ديال الحسيرة ديال الزواقة نقسمه فص الزواقه في هذه المسافة التي نقوم بها طول الزواقه هذا شيء باين وفهوم لا تحتاج أن نقوم بها فيديو شيء بسيط ولهذا سأشرح لكم دابة لكي تشاهد معنا الفيديو من الأخوات لا أعرف كيف نقوم بفتحة العنق بالنسبة للفتحة العنق ستقوم بها في الوسط الزواقه يعني القوزة لكي تكون في هذه المرحلة زيادة ستقوم بها في الوسط ستقسم الخدمة للنصفين ستقوم بسبعة الزواقه في كل جانب وأنقلبه نصطوقotta للنصفين ستقوم بإعزاب من الأخوات أو تفتح الحر لفتح العنق في الجهة وبعد ستقوم بإذ Pain التي أстقال بإذنian ال� considفح كما قلت معكم في فيديوهات سابقة كيف حال هذه كنت أردتكم الطريقة كيف نقلبه والفتحة بالعنق يعني التنبيل لكي تأتي مع التنبيل وتأتي من الداخل وكذلك نقلبه كل الخدمة نقلبه في الوجه نقلبه ونقلبه الوجه في الوجه لكي نقلبه الفتحات يعني مع القب كيف يكون من الوجه ومن خدمين في الوجه يعني هذه طريقة كل شيء يعرفها وسبق لي تحركها سابقا بالنسبة للأخوات المبتدئة التي لا تعرفون ارجعوا الفيديوهات السابقة يعني في البداية كنت أدرتهم يقلبوا ويبحثوا ويشاهدوا الفيديوهات الأولى التي كنت أدرت سابقا تحركها المطبق لتحركه وكيف تقلبه ومن خدمه لكي يستفيدون. كما ترى انا قد نعمل ونزيد الغرز في هذه العوينات من الجهتين. كما ترى كنعود الغرز الواسط للرشماء للتنوصل للعدد 15 غرزة كما البداية. ونرجع معكم لان الفيديو جاء طويل وكثير من الاخوات يتشكوا ولكن الفيديو طويل يكون قصير. وكما ترى الخدمة كثيرة في هذا الموديل والشرح كثير. وليهذا نخدمه ونرجع معكم. نرجعت معكم وتسبينا كما ترى بعدما عمرت آخر عين هنا يودرت الزيادة ونزلت هنا. وختمت آخر غرزة في هذه العوينة الزيادة التي تحت. العدد عندي هنا 15 غرزة كامل مكمول. يعني ليس ثلاث فسالي نارا. ونحن لا نقوم بمجرد الزيادة كما اضفنا الخط. نحن نقوم بها إلى هذا المكان. وسوف نقوم بمجرد الزيادة. يعني مباشرة كما ترى كيف نسد الخدمة المثلاتات في الجوانب. نحن نقوم بعمل 15 غرزة. نس الشيء هاتي نسد الجهة الفوق. نحن نحسبها معكم. هذه الزرزة الأولى. هذه الزرزة الثانية. الزرزة الثالثة. الزرزة الرابعة. الزرزة الخامسة. الزرزة السادسة. الزرزة السابعة. الزرزة الثامنة. الزرزة التاسعة. الزرزة العشرة. هذه الزرزة رقم 11. هذه 12. هذه 13. هذه 14. هذه 15. هي هذه الزرزة التي يوجد هنا. وضعها. الزرزة الزرزة. الزرزة. نقوم بعمل الخير المثللات. كما ترون. ونحن نأتي هنا. ونحن نحن نفس المكان. ونحن نقوم بإطاقة الثوب. كما ترون. بعد أن نسديت الخدمة. جهة الفوق. وقدرت إطاقة الثوب. ثم نحن نقوم بإطاقة الثوب. نحن نقوم بعمل 15 غرزة. ونحن نزل المثلات التي كانت على سبيل البداية. نصف الطوق. كما ترون هنا. دقات بعين. للون المغير. وكانت هنا. نحن نقوم بعمل 11 دقة. في البداية. لكي تطيح. الغرزة من الجوانب. كذلك هنا سوف نمشي 11 دقة في التوب و سوف نطيح الغراز من الجوانب بالنسبة لكم ممكن تطيروا أي عدد دقات التوب بالنسبة للطول الزواقة سوف تحافظوا على نفس العدد في كل الزواقات نفس الشيء سوف نصل لنفس الطول و سوف نطيح الغراز و نخدم المثلاتات الجوانب بالنسبة للفتحة العنق و سوف نقسمها في المنتصف و سوف نقسم الزواقات من الجوانب سوف نقسم الزواقات في المنتصف و نقسم الزواقات من الجوانب و نقسم الزواقات من الجوانب من الجوانب و سوف نبسك طول المنتصف بدون المتساولات ولهذا كما تشوفوا الخدمة دياننا والشرح دياننا هو هذا ديال هاد الموديل نتمنى تكون الرؤية واضحة تكونوا استفتوا معنا يعني بالطريقة والتقنية ديال هاد الخدمة وبنسبة للأخوات اللي طلبوا مني انطبق معكم في هاد النسطوق اللي يدرك لكم أرقيق يعني باش يعرفوا الفرق كما تشوفوا هاد شي اللي كلنا ديال توب بالنسبة للجوانب ديال النسطوق يعني عكس كوكان خدمنا الطريقة اللي يعني طوينا بها نسطوق العريض كما تشوفوا الفرق باين وواضح ندرك لكم يعني النسطوق اللي طوينا بهذا الشكل عمودي يعني باش تشوفوا الفرق ندركوا نفس النقطة يعني هنا ديال البداية شتو هنا نسطوق اللي يعني كنخدموه عريض كي يجي يعني تفلخوا هاد الخطوط يعني الخطوط ديال توب يعني هما كيبينو لكم يعني الفرق كما تشوفوا هنا يا وصلنا هنا يعني لو وصلنا هنا يا شوفوا شحال غادي يمشينا يعني من التوب هاد الشي اللي طوينا في النشابة هنا اللي قطعت في الجنب الحاشية يعني بالنسبة اللي خدمنا نفس الطريقة يعني غايمشينا سانتيم ديال توب زيادة يعني في العرض ديال انسطوق ديالنا كما كتشوفوا هانتوما شتو يعني شوفوا شحال ديال توب غايت تطوع منو يعني غادي نقص بزاف يعني من هنا يا بالنسبة للعرض ديال الصدر ولهذا يعني الفرق ها هو يعني واضح وباين ليكم يعني طوينا هنا كتشوفوا المسافة هنا يعني لو وصلنا اللي هنا شوفوا شحال ديال المسافة يعني هاد هالمسافة كلها يعني كتنقصنا من توب اللي كتشوفو شتو يعني راح انتوما شتو هنا يا وصلين الخط كذلك هنا يعني هاد السانتيم كله كنقصنا من العرض ديال انسطوق ديالنا يعني هنا اه بالنسبة اللي هنا يعني ما نقصنا شتوب نهائيا يعني بقالنا هاد السانتيم اللي جنب الحاشية هو اللي بقالنا نفس الشي يعني عندنا هنا في الطول ديال انسطوق كما كتشوفو هو اللي غا نشبوه في الاخير يعني بالعكس كيبقى القياس هو هادك بالنسبة يعني لهاد اه الطريقة اللي يعطيتكم يعني كين اختلاف الى طبقته ونفس اه التقنية والطريقة اللي يعطيتكم هتلاحظوا الفرق بين الطريقتين بالنسبة للقياس ديالتوب والعبارات ديالو اه وصلنا النهاية ديال الفيديو كنتمنى الفيديونا الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معنا يعني من هاد العمل ما تنساوش ديروا جامل الفيديو والبرتاج باش يستفدوا منه اكبر عدد من الناس ولكم الاجر في ذلك كما شدتوا الخدمة ديالنا كاتجي يعني بالعوينات ديال الزيادة فرقنا الزواقات مع المثلاتات ديال الجوانب وعطيتكم العبارات يعني والقياسات ديال الزواقات ديالنا متبخلوش الينا باراءكم وتعليقاتكم ودعوتكم وكلامكم الطيب ربي جزيكم كل خير وربي وفقكم جميع اعمالكم اه الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المعلم زهير وامال مميازة كما عودناكم دائما